لماذا يتقاتل الكثيرون على المال ولماذا يخاطرون بأنفسهم لكسبه من طرق غير مشروعة إنه الطمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فكما أن الذئبين يأكلان الغنم فالطمع يفسد على الإنسان دينه وأخلاقه فالطمع يدعو صاحبه إلى البغي والعدوان كما قال تعالى حكاية عن نبيه داود عليه السلام وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم يعني أن الطمع هو ما جعل من يمتلك تسع وتسعين نعجة يعتدي على من يمتلك نعجة واحدة ويؤدي الطمع إلى استعمال الغش والاحتيال والظلم لتحقيق الكسب السريع ولو بطرق غير مشروعة والطمع قد يؤدي إلى سفك الدماء لأن الطماع قد يقتل ليحصل على المال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والشح هو الطمع في حقوق الغير والطمع بعكس ما يظن الطامع يورث الحرمان قال أبو بكر الوراق لو قيل للطمع من أبوك لقال الشك في المقدور ولو قيل ما غايتك لقال الحرمان والطمع يذل صاحبه ويحوجه إلى الناس قال الأصمعي كان يقال العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع وفي الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس ولا يزال الطمع متعبا في تحصيل المال ولا يستمتع به قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومهما ربح الطمع المال فإنه لا بركة فيه ففي الحديث إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع لكن المؤمن حقا يقنع بما آتاه الله ولا يطمع إلا في مغفرته ورضاه